بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصف الثاني ابتدائي من التعليم المستمر في مراجعة لما تم دراسته خلال الفصل الدراسي أكيد مراجعتنا بتكون بشكل سريع وميسر أبطال يجب عليك عنده فوات أي معلومة أو إذا أحببت أن تراجع أي معلومة أن تعود إلى الدرس والبحث عنه في قنوات عين أو في اليوتيوب يا أبطال حتى تحصل على معلومات كاملة عن آداء المهارة بدأنا أكيد الفصل الدراسي بدرس التغيير في معدل التنفس فهو التغيير الذي يحصل في معدل نبضات القلب أثناء آداء المجهود البدني ويتغير كلما أصبح المجهود مرتفع الشدة يتكون التنفس من شهيق وزفير وأكيد يلاحظ أنه كلما زاد الجهد البدني الذي يقوم به الجسم زادت سرعة التنفس وأكيد يا أبطال أنه استجابة طبيعية من أجزة الجسم لمقابلة احتياجاته من الهواء الذي يعتبر عنصراً أساسياً للقيام بالجهد البدني وتظهر زيادة سرعة التنفس في شكل زيادة معدل الشهيق والزفير بالشكل هذا يا أبطال سحب الهواء من الأنف هو الشهيق والزفير إخراجه من الفم بكل هدوء أبطال أكيد أنه سيرفع معدل نبضات القلب كلما ارتفعت شدة التمرين مارست 10 دقائق غير لما تمارس 30 دقيقة مارست بسرعة معينة غير لما تمارس بسرعة أكبر أبطال فكلما ارتفع الوقت أو المجهود أبطال كلما ارتفع معدل نبضات القلب القوة العضلية ما المقصود فيها أقصى قوة ممكن أن تنتج من عضلة واحدة أو حتى مجموعة كبيرة من العضلات وأكيد تكون من خلال عملية الإنقباض العضلي غير الإرادي وتكون عن طريق عملها كمرة واحدة أبطال تقاس بعدة تمرين أبطال أهمها اختبار اللي احنا شايفينا بالصورة يا أبطال باختبار ثاني الذراعين من وضع الإنبطاح المائل أو اختبار الشد لأعلى العقلة اللي شايفينا هنا في الفيديو مجرد ما تعمل مهارة مرة واحدة تكون أديت أحد تمارين القوة العضلية بعد ذلك تخلنا على أحد أهم عناصر اللياقة البدنية وهو عنصر السرعة أكيد أن السرعة هي سرعة الإنقباضات العضلية عند أداء حركي معين وأكيد في رياضات عدة أبطال سواء رياضات فردية أو جماعية فردية كالعدو سباحة المسافات القصيرة وجماعية مثل كرة القدم والسلة تقاس بتدريبات السرعة المختلفة مثل العدو تحاول تجري 30 أو 40 أو 50 مترا حتى تصل لخط النهاية بأسرع وقت ممكن أنواعها السرعة القصوى أو سرعة الانتقال يقصد بها سرعة التحرك من مكان إلى آخر في أقصر زمن ممكن حاول نسرع بأقصى قدرة أما سرعة الحركة تتمثل في انقباض عضلة أو مجموعة عضلية لأداء حركة معينة في أقل زمن ممكن مثل دفع الجلة رمي الرمح في ألعاب القوة وسرعة رد الفعل أي الفعل الأكيد الذي لم تتوقعه أثناء الرياضة فيكون سرعة التحرك لأداء حركة نتيجة ظهور أو موقف أو مثير معين بعد ذلك دخلنا على وحدة كرة الطائرة وبدأنا يا أبطال بتمرير كرة بالأصابع للأمام وللأعلى فما مقصود بذلك يا أبطال خطواتها الفنية تكون سهلة جدا يا أبطال تكون من خلال بالبداية نشوف التدرج في أداء المهارة النظر للكرة يا أبطال أو اتجاه الكرة فاني الركبتين يا أبطال مدى الذراعين أكيد للأمام أمام مقدمة الرأس وللأعلى لأننا قلنا أداء المهارة للأمام والأعلى طبعا استلام الكرة بالشكل هذا لكن التدرج في أداء المهارة يفترض أن الكرة بالأصابع تدفع بالأصابع للأمام وللأعلى وغالبا تستخدم هذه المهارة لإعداد الكرة للزميل لضربها في ملعب الفريق المنافس نشوف هنا بشكل أسرع يا أبطال كيف يتم دفع الكرة للأمام وللأعلى وفق الخطوات الفنية رفع ذراعين عاليا ثاني الركبتين قدم متقدم على الأخرى ثم تدفع الكرة للأمام وللأعلى بعد ذلك تمني الكرة بالساعدين للأمام وللأعلى يا أبطال فأكيد أداء المهارة يتطلب الشكل هذا أول شيء ضم اليدين مع بعضهما مد الذراعين للأمام يا أبطال ثاني الركبتين والقدمين يا أبطال بجانب بعضهما بعد ذلك النظر باتجاه الكرة أو اتجاه الكرة يا أبطال بعد ذلك فرد جميع أجزاء الجسم أثناء ضرب الكرة بعد ذلك دخلنا على الإرسال الجانبي من أسفل إرسال الجانبي من أسفل يا أبطال أكيد نحن عندنا أنواع في الإرسال عندنا من أعلى وعندنا الإرسال المواجه من أسفل المواجه مواجه للشبكة أما الجانبي من أسفل يكون بأحد الجانبين أحد الكتفين اليمين أو اليسار يكون مواجه للشبكة خطواتها الفنية مثل ما ذكرنا الوقوف خلف الخط النهاي الملعب وهذا جانب قانوني تثني الركبتين بعد ذلك اليد الحامل للكرة أمام منتصف الجسم أي إذا كنت ترسل باليمين تمسك الكرة باليسار والعكس يا بطل بعد ذلك رمي الكرة لأعلى بارتفاع الكتف لا يكون فوق الرأس يا أبطال لأنها رح تكون أكيد إرسال من أعلى إذا تعدت الرأس أما مستوى الكتف رح تكون بالإرسال من أسفل مرجح ذراع اليد الضاربة استعدادا لضرب الكرة بقبضة اليد من أسفل نشوف هنا جانب قانوني وقوف خلف الخط النهائي للملعب لأنه لمس الخط النهائي يعتبر خطأ قانوني بعد ذلك رفع الكرة عند مستوى الكتف مواجهتها بقبضة اليد وضربها من أسفل يا أبطال القوانين الضرورية دائما أربط المهارة بالقانون حتى ترفع من مستوك طيب في كرة الطائرة عدد لاعبي الفريق الواحد يا أبطال ست لاعبين لا تبدأ المباراة إلا بهم ويجوز أن يتم استبدال اللاعب ثم يعود مرة أخرى للملعب تلعب المباراة بخمسة أشواط ويفوز الفريق الذي يفوز بأول ثلاثة أشواط ويفوز الفريق بالشوط إذا حقق 25 نقطة وبفارق نقطتين عن المنافس عندي خمسة أشواط يا أبطال لو فوزت بالشوط الأول والثاني والثالث لا داعي لإكمال الرابع والخامس طيب الشوط الواحد فيه 25 نقطة إذا وصلنا إلى النقاط 24-24 يفترض أن يفوز الفريق بفارق نقطتين وتستمر المباراة حتى يفوز أحد الفريق بفارق نقطتين الأهم يا أبطال أن الشوط الواحد 25 نقطة عدد الشوط الخامس يكون بخمسة عشر نقطة وأيضا بفارق نقطتين يا أبطال بعد ذلك دخلنا على أحد مهارات كرة الطاولة يا أبطال وهي الضربة الرافعة الخلفية خطواتها يا أبطال جدا بسيطة تكون القدم اليمنى متقدم على اليسرى ويكون جزء العلوي مائلا لقليلا إلى الأمام مع انثناء المرفق ويتم ضرب الكرة من مقدمة الذراع بتحريك الرسغ ويتم متابعة الأداء بمواصلة اليد الضالبة نشوف هنا يا أبطال الرافعة الخلفية يكون يا أبطال أكيد المضرب يكون متج إلى الجانب الآخر من الجسم بعد ذلك أكيد ثاني الرسغ يا أبطال لمحاولة ضرب الكرة بشكل صحيح دائما النظر يكون باتجاه الكرة وهذا أكيد أحد أهم من المهارات وهو وقفة الاستعداد استعدادا لمواجهة الكرات ومسك المضرب بشكل صحيح نشوف هنا البطل يؤدي المهارة بشكل صحيح أما الضربة الرافعة الأمامية يا أبطال تكون القدم اليسرى فقط متقدمة للأمام واليمنى منحرفة بزاوية 45 درجة يا أبطال مرجحة المضرب للخلف وضرب الكرة عندما تصل إلى أعلى ارتفاع لها يا أبطال نشوف هنا قدم متقدمة عن الأخرى والقدم الأخرى يا أبطال تكون بزاوية 45 درجة وأكيد بعد ذلك أداء الخطوات الفنية بشكل صحيح فهذه الضربة الرافعة الأمامية يا أبطال بعد ذلك تخلنا بضربة نصف الطائرة لماذا سميت نصف طائرة؟ أكيد لأنها مجرد ما تلامس سطح الطاولة يتم ضربها يا أبطال أكيد دائما نبدأ بوضع الاستعداد الصحيح يوضع المضرب في طريق الكرة بعد ارتدادها مباشرة عن سطح الطاولة مثل ما ذكرنا ويقوم الذراع الأمامي الحامل للمضرب بدفع الكرة دون استخدام للرزق يا أبطال مع مراعاة ثاني المرفق بحيث تكون اليد والساعد على استقامة واحدة نشوف هنا يا أبطال مجرد ما تلامس سطح الطاولة تجد أن المضرب يواجه الكرة استعدادا لنقلها لملعب اللاعب الآخر ندخل بعدها للضربة الساحقة الأمامية وهي من أهم الضربات الهجومية ودائما ما تكون من صالح اللاعب المؤدي للمهارة الوقوف القدم اليسرى أيضا متقدم على اليمين سحب اليد اليمنى للخلف بعد لمس الكرة سطح الطاولة وأكيد يا أبطال لما نتكلم عن القدم اليسرى متقدم على اليمين هنا في حال كنت تمسك المضرب بيد اليمنى والعكس في حال كنت تمسك المضرب بيد اليسرى تتقدم القدم اليمنى على اليسرى نشوف هنا أداء المهارة مجرد ما تصل إلى أعلى ارتفاع لها أوجهها بالمضرب وأضربها بأقصى قوة يا أبطال ودائما في الزاوية التي لا يقف فيها اللاعب المنافس أكيد مد الذراع الضاربة إلى الخلف نحاول الضرب الكرة بأقصى قوة يا أبطال القوانين الضرورية التي تحكم اللعبة يا أبطال الرد السليم الكرة المرسلة والعائد المنافس يتم ضربها بحيث تمر فوقه حول الشبكة يا أبطال مثل ما ذكرنا أنه يفترض أن تمر حول الشبكة إلى ملعب الفريق المنافس أي أبطال تتجاوز الكرة مجرد ما تلمس سطح طاولتك تنقلها بعد لمسة واحدة لأن لو لمست لمستين راح تعتبر نقطة عليك بطل لمسها وتنقلها من فوق الشبكة إلى ملعب الفريق أو اللاعب المنافس النقطة تكسب النقطة إذا فشل المرسل في أداة ضربة الإرسال إذا فشل المستقبل في رد الكرة أكيد لما تتجاوز الشبكة وتلمس ملعبه أيضا إذا لمست الكرة أي شيء عاد الشبكة بعد الإرسال أو الرد بصورة سليمة قبل ضربها من قبل المنافس وإذا ضرب اللاعب الكرة مرتين متتاليتين وإذا حرك اللاعب سطح الطاولة بأي شيء يلبسه أو يحمله أو حتى لمس الطاولة بيده الحرة حيث يمنع القانون لمس الطاولة باليد الأخرى قوة عضلات البطن هي قدرة الفرد في التحمل وأيضا عملها بصورة متكررة وذلك من أجل حفاظ على الانقباض العضري نشوف هنا استخدام مرتبة آمنة ومحاولة أداء من خلال ثاني القدمين أبطال بهذا الشكل نشوف هنا نموذج أبطال حاول نسوي أكبر عدد من المرات لكن نتذكر دائما مثل هذه التمرين أبطال وأشكال تمرين بطن جدا كبيرة يفترض أن أديها يوم وأكيد ريح يومي أبطال حتى لا نتسبب لأنفسنا بإصابات في عضلات البطن بعد ذلك دخلنا على عنصر الاتزان وهو محصرة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفرا وهذا يعني أن الجسم يكون ساكنا أنواعه عندي الثابت وعندي المتحرك الاتزان الثابت القدرة على الاحتفاظ بثبات الجسم دون سقوطنا واهتزاز أما المتحرك القدرة على الاحتفاظ بالتوازن في أثناء أداء الحركي في معظم الألعاب الرياضية والمنازلات الفردية مثل يا أبطال المشي على عارض مرتفعة أو يا أبطال بعض مهارات الجنباز نشوف هنا أحد مهارات الاتزان الأستاذ يمتلك كرتين باليدين رفع القدم للأمام وحاولت الحفاظ على الاتزان للجسم لمدة خمس ثواني يا أبطال بعد ذلك دخلنا على وحدة الجنباز تكلمنا عن الدحرج الأمامية الملحنية من الوقوف تبدأ من ثني الركبتين ومد اليدين للأمام والأسفل وضع اليدين على الأرض استعدادا لدوران الجسم ضم القدمين يا أبطال وملامسة الذقن للصدر وبعد ذلك أداء الدوران دون أن يلامس الراس الأرض لأنه أول ما يواجه الأرض بعد اليدين يا أبطال يكون ثقل جسم عليهما هما الكتفين ولا يلمس الراس الأرض بعد ذلك تخلنا على مهارة القفص فتحا على المهر عرضا تكلمنا أن المهر يا أبطال نحن نشايفينه في الصورة نستخدم فيه أدتين يا أبطال الأولى هو سلم الارتقاء فيبدأ من الاقتراب يا أبطال بعد ذلك القفص على سلم الارتقاء في الثلث الأخير منه بعد ذلك دفع على سلم الارتقاء بضم القدمين والارتقاء عاليا يا أبطال فتح القدمين عند الوصول إلى سلم الارتقاء يا أبطال ثم الهبوط بكلتا القدمين وأثناء الهبوط تثنر ركبتين يا أبطال لامتصاص صدمة مقابلة الأرض لهما سلم الارتقاء أكيد يا أبطال أنه تكلمنا عن سلم الارتقاء وقلنا أنه يتكون من مرحلتين عندنا الاقتراب والارتقاء الاقتراب يكون على بعد 20 سنتيمتر يا أبطال 20 سنتيمتر من سلم الارتقاء وعند الوصول أو القرب آخر خطوة أبطال لسلم الارتقاء يتم القفص بكلتا القدمين ثاني الركبتين في الثلث الأخير وبعد ذلك مد القدمين والجسم كاملا استعدادا للابتعاد عن سلم الارتقاء والهبوط بشكل صحيح من خلال ثاني الركبتين لامتصاص أيضا صدمة مقابلة الأرض لهما عرفنا سلم الارتقاء وأيضا عرفنا حسان القفص والهبوط بشكل صحيح في كلتا المهارتين أبطال من خلال ثاني الركبتين لامتصاص صدمة مقابلة الأرض لهما في الختام يا بطل في حال أردت تزود بمعلومات أكثر حاول البحث عن اسم الدارس حتى تتزود بمعلومات أكثر ودمتم بصحتين ونشاط